مكلفة تقدر يدي في بقى اي حشوات بس تعالي شوفي طريقتنا النهاردة ادقيق جميلة جدا 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 موفي هالشغل الخالص وكمان مريحة وشكلها حلو قوي وخفيفة جدا 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 ايز اقول لكم اكلتها بعد ما الادان ازل فرما انا بحبها وهضيف عليها بصل مقطع صغير هنا عندي بابريكا وفيها زبايسية يعني العلبة دي مخلطة من النوعين هقلب البابريكا مع البصل مع اللحمة المفروعة اي نوع لحمة مفروعة انا بش هديف اي دهون ولا زيوت ولا سمنة ولا زبدة هاعتمد على الدهون الطبيعية اللي بتبقى موجودة جوه اللحمة وهبتدي انزل ببقى التوابل اللي هاشتغل عليها معاكم فلفلاصمر وملح وزعتر وهو اديها على البتوغاز بالشكل اللي انتو شايفينه بش عالي عليها النار عشان يعني ايه اتاكد ان هي استوت كويس عشان وهي لسه يعني ناية مش عايزها تجمد اول ما احطها عشان ما تبقاش كلها واخد شكل تكتلات كده ولازم افضل افك فيها الطريقة سهلة جدا 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 بس في النهاية بتدينا طعمها عيل هنا ده شكلها وهي في النص السوا يعني عايز اقول بتنزل كل السوايل بتاعتها مع البصل هديف عليها هنا اللي هو الطماطم اللي هي السوس او الصالصة عشان انا مش بستخدم اللي هو عصير الطماطم عشان تبقوا عارفين يعني دايما المتواجد عندي اللي هي الصالصة دي يعني احنا اغلبنا في امريكا بنستخدم الصالصة ما ينفعش ان احنا نستخدم الطماطم هي اللي عادية في الطمه عشان لو ناس سألتني ولو سألت ولي لقين الطماطم اللي عندنا هنا مختلف وخالص غير اللي عندكم وهنزل ببسيط من المية وهسيبها بقى شوية الحد ما يتشرب القوطة بتاعتها مع المية ويتدي لون كويس وحس ان هي يعني ازدوت هنا ممكن تحطي معلقة سكر انا دايما بحط معلقة سكر بني او معلقة عسل عشان طعم الصالصة صور شوية فبحس ان الاكل يعني مش مليح فلما بحط معلقة العسل دي بتفرق معايا طبعا انت قادرة انت بتستخدمي ايه فلو انت لقيت الطعم بتاعتها كويس استغني عن معلقة العسل او معلقة السكر اللي انت يحطي فيها بس انا بقولك يعني اللي انا بعمله وليك حرية الاختيار هنا خلاص يعني almost done زمانتوا شايفين اول ما هتشرب اللي هي السوايل اللي بتاعتها هبتدي اشتغل عليها الخطوات سهلة وبسيطة اشتغلت على الخطوات معاكم من اول طريقة اللحمة التواب اللي ضيفناها فلفل اسمر هاسبها لكي جوبا سندوي الوصف خليني بس عشان ما تواجه منكم هنا البطاطس اشارت البطاطس وقطحها شرايحة وفيعة جدا كأنه يشتغل عليها الشيبس الموضوع ده بعمله عشان ما تاخدش مني وقت في الفورن يعني تقدر تقولي عليها واجبة كده يعني سريعة جدا 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 عايز اقول لأي حد جديد لسه بيزوروا القناة لو عجبوا الفيديو ما ينساش يعمل اشتراك ويحطي لايك ودعوة حلوة من قلبكم لينا هقطع كل البطاطس اللي موجودة معايا بالشكل ده عايز اقول لكم ان انا استخدمت نص كمية اللي قدامكم وعملت معايا صانية نص التانية مش هانف اعمل في ايه بس في الغالب هاسلقه واشتغل عليه في حاجة تانية انا بحبها هقطعها كلها شرايح بالشكل اللي انتو شايفينه بحيس ان انا اقدر افرشها في الصانية زي ما انا عايزة بوص هو ده بالزبط اللي انا عايزة عشان تستوي بسرعة وكمان تبقى فيها ارماشة حلوة جميلة من الحروف وتبقى من جوة طرية ونامة اوي هشتغل زي ما قلت على نص الكمية هنا هجيب اي قالب او اي صانية باي حاجة عندي برتاح فيها ياني هتديني شكل كويس هنزل بزيت الزتون من تحت ما تزوديش عشان الدهون بتاعت اللحبة وهبتدي امسك البطاطس اللي انا قشرتها معاكم او اللي قطعتها معاكم شرايح اروسها اول طبقة افرش الصانية كلها بالبطاطس هروسها جنبي بعض ورق او ورق تانية ودي طريقة تخليك تتأكدي وانت بتقطعيها يطلع الشكل المستطيل معك كامل زي ما شفته بالزبط الشكل طالع زي ما هو طبقات بطاطس معها طبقات اللحمة مع الطبقات التانية اللي هقولكو عليها في اخر الفيديو اللي هنشتغل عليها مع بعض طريقة سهلة جدا وبعد ما وزعت بشكل ده اول طبقة هعمل كمان طبقة عليها عشان دي يعني رؤية زي ما انتم شايفين ولما عملت هرش هنا رشة بسيطة من الفلفل اصمر بس بعد ما رشل هي الطبقة الاخيرة بالشكل ده العلبة دي فيها فلفل اصمر وفيها احمر وفيها الكزبرة النشفة وفيها فلفل اغدر كل ده ناشف من الطوبل بتديني انكها حلوة اوي 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 هبتدي انزل بالطبقة التانية والطبقة التانية هنزل عليها ببسيط من البابريكا والهوة السبايسية هدي برضو بعض طوبل بس في النهاية يعني هعمل لكل طبقة فليفر حلوة اوي اوي دي الطبقة التانية انا هنا نزلت فرشت خلاص الارضية بطبقتين دلوقتي معايا هنزل بالنحمة اللي احنا عملناها مع بعض شايفين مفيش فيها اي سويل ازاي هو ده اللي انا بتكلم عليه بالظبط على فكرة انا بحاول اشرح لكم على قد ما اقدر فاهم فاستحملوني بقى عايز اقولي ان انا الحمد لله تمام والله المستعان الدنيا مشى وربنا كريم يعني الحمد لله على كل شي بس يدعولي بقى هوزع اللحمة كاني هعمل صنية مكارونا بالبشامل بالزبط يعني هخليها فوق البطاطس كلها بشكل اللي انتو شايفينه عايز اقولوكم ريحتها كانت حلوة اوي اوي طبعا انا كنت مدأكدة ان الطعم حلو بس انا كنت صايمة انا عملت تستي معاكم اول ما المغرب ازن هارجع برضو اروس طبقات البطاطس وهعمل طبقتين من البطاطس بشكل اللي انتو شايفينه كانت ضحفة مش عارف اقولوكم ايه غير انك تجربوها لانها فعلا بتعمل كمية كبيرة غير الشكل غير الطعم غير الريحة حقيقي كانت تبارك الله تغيير بدل ما اكلوا اللازانيا كله مكارونا كله روز خليها بقى مرة بطاطس والبطاطس ما بيش عدني ما بيحباش عندي زعتر اغدر هبتدي اوزع ورق الزعتر الاخدر لما بيدخل الفرن بيعم ريحة ما حصلتش هوا بالروزميري عايز اقولكو كمان سري من اسروري البطاطس تعشق حاجة اسمعها روزميري فخلي بقى لكم روزميري فيه كمان اكل بيعشاء الروزميري بس مش هقولكو عليه دلوقتي خليها في الوصفات بتاعتها هوازة برضو الروزميري عليها من على الوش وهبقى مزخانة الفرن قابليها ودخلها على درجة حرارة 220 الحد ما لاقيها استوت الموضوع ده بيغض مني من 20 ل 25 دي على حسب الحجم البطاطسية انت مقطعها ازاي اللحمة اساسا مستوية عشان تبقي عارفها وهنزل برشا كده على البطاطس من فوق بزيت الزيتون وهواديها بقى على الفرن بشكل بصوا شكلها عاملة زي جنن تبارك الله حقيقي عايز اقول انجوي الطريقة حلوة قوي قوي ما تكسليش وصحية وخفيفة وجميلة مفيش فيها دهون خالص دفنا بس زيت الزيتون طبعا انتوا عارفين فوايد زيت الزيتون ومحتاجين يومين قليس كل واحد ياخد معلقة من زيت الزيتون هنا شكلها بعد ما هدخلت الفرن وخرجت تتاكل على طول تطلعي كده ومعاكي السلطة وبراكلي بقى ويلا دوسي اكلها ما حصلتش بس انا بقى مش هعمل كده هبتدي انزل عليها بالجبنة هستخدم اي نوع جبنة انا بحبه واحطه من فوق عشان اعمل طبقة كمان من الجبنة الجميلة وهديف كمان هستخدم اللي هو البيبتي ميرو او اللي هو الطماطم الصغيرة خالص لو مش متواجدة عندك استخدمي الهي العادية او شريح او استغني عنها واستخدمي شريح من البقى دونس او البيزول زي ما يعجبك يعني في النهاية هيديك نتيجة كويسة هوزع طبقة الجبنة دي من فوق اي نوع جبنة انت بتحبيه مش لازم النوع اللي انا بستخدمه النوع اللي نسبك في الفليفر انت بتحبيه اشتغلي عليه متواجد عليه حتى لو عندك فاتة تشيز اشتغلي عليها برضو جميلة بتدي حلوة قوي جربت الاكلات كتير قوي في حياتي يعني على المدى اللي انا يعني كنت بعمل فيه الاكل فحي جبنة دايما بتدي ريحة وطعمة حلوة اوي هوزع الطماطم بشكل اللي انتو شايفينه بحيس لما جاء قطعها بقى مقطعها كلها على الشكل ده انا حاولت ازبطها بعناية كده يعني قوي دايا لما جاء قطعها تعمل كام واحدة ما بين كل طماطمية والتانية كنت بقى قطع بالسكينة بصوا بقى شايفين شكلها ازاي هردخل الفرن تاني لحد ما تاخد اللون والجبنة تستوي بتعمل ملتي ويبقى دا شكلها في النهاية بص شكلها حل وقوي زاي هبتدي بقى اتحى معكم واركوا قد ايه تجنن حقيقي تبارك الله انا سيبتها على فكرة تبرد شوية لاني ما كنتش قادرة المساق خالص 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 بصوا بقى الجمال بصوا تبارك الله عايزة والانجوي لو اول مرة بزوروا القناة وعجبكم الفيديو اعملوا اشتراك للقناة وحطوا لايك واتمنى تعملوا شير للفيديو ما بين الاهل والاصحاب عشان يوصل لجميع طريقة حلوه او البطاطس شريح البطاطس الحروف مقرمشة عشان كانت يعني منها كده للفرن وهي من جوة طرية صوفت جدا 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 التوابل اللي دفناه حلوة اوي اوي هسيب لكم التوابل جوا صندوق الوصف الطريقة الجميلة انجوي يا جماعة هسيب لينك قناتي التانية حبيبة وصفحتي على الفيس جوا صندوق فوق الوصف عشان نتواصل عليها واتبعوني دايما على كل جديد بنزل على الفيس الفيديو الجديد اللي هنزله قابليها على اليوتيوب انجوي مفيش اسهل ولا اجمل ولا اطعم ولا اسرع من صنية البطاطس دي ولا صلصة ولا تزبيك ولا حركات هي كلها فيها كل حاجة جميلة جدا